هو أنا ممكن أقول لحضراتكم إنه بيبقى من الصعب جداً وأنا مزيعة أن أنفصل عن وطنياتي العربية وأكيد عن وطنياتي المصرية من الصعب جداً وإحنا بنسجل في دقائق ونتابع نشرات الأخبار ما يحدث وما يتكرر من مشاهد أليمة بقى لنا أن نتمسك جميعاً بالدعم الدعم العربي الدعم الوطني هو الدعم اللي بيوصل لأهلنا اللي موجودين في قطاع غزة خلينا نكمل الحديث ونتواصل مع حضراتكم ونتكلم عن كل أشكال الدعم اللي نقدر نقدمها ونساند بيها أهلنا في قطاع غزة من شعب فلسطين لقائي الآن مع الأستاذ عصام عبد الرحمن وهو مدير المركز الأعلامي لمؤسسة صناعة الخير وهو بالتالي أيضاً هو عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساء الخير أستاذ عصام الوضع صعب وفي كل دقيقة بنتكلم فيها تجدد أشياء يعني الحقيقة عايزين نقول يعني تشين لها يعني الأذهان والأبدان فخلينا نسأل حضرتك عن الدعم اللي بتقدمه مصر إلى أشققنا وأهلنا في فلسطين وتوجيهات السيد الرئيس جاءت توجيهات السيد الرئيس للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة التحرك السريع والآني لدعم وإغاثة أهلنا في غزة والتعبير عن توجه الدولة المصرية وشعب مصر لدعم أشققنا في غزة من هنا تلقف التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي زمام المبادرة وتحرك بكل مكوناته وكل مؤسساته وكل فرق عمله ومتطوعي عشان يقدم عمل يليق بدعم شعب مصر لإخواننا في غزة التحرك كان تحرك منظم كان تحرك مدروس كعادة التحالف منذ إطلاقه في يناير 22 ما بيدخلش عمل إلا ما بيكون مخطط له بشكل جيد حتى لو كان بيتحدى الوقت في التنفيذ تخطيط شمل تقسيم المساعدات لثلاث محاول رئيسية محور الأول تلبية الاحتياجات الطبية الملحة إحنا شايفين حجم الجرحة وحجم المعاناة اللي بيشهدها المستشفيات وإن كنا وإحنا بنسجل دلوقتي تلقينا خبر يعني صعب على كل إنسان هنا التحالف كان بيتحرك بشكل سريع جدا على تلبية احتياجات القطاع الطبي في غزة البداية كانت بالدم تبرع بالدم وانطلقت حملة موسعة ومبادرة موسعة في أنحاء الجمهورية قدها فرق عمل التحالف قدها شباب ومتطوعين التحالف في كل عواصم المحافظات وفي كل القرى بدأوا أنفسهم بالتبرع حسوا اللي حواليهم على التبرع اشتغلوا كمان وقيادات التحالف وهنا يحسب لهم قيادات التحالف اشتغلت على التنسيق الشديد مع الهلال الأحمر المصري مع وزارة الصحة مع كل الجهات اللي من خلال التعاون بها يتم الأول تجميع الدم المتبرع به وحفظه والتنسيق أنه يستمر أطول فترة ممكنة عشان تحسب له الأحداث سيواء وده اللي حاصل فعلا على الأرض عشان لما يدخل يتم الاستفادة منه ما يكونش فيه أي مهتر ده في القطاع خليني أسأل حضرتك يعني يمكن المشهد الناس كلها بتشوفه وخصوصا المساعدات والشحنات المسيرة طويلة يمكن أفتر من 3-4 كيلو شايفين معدد المساعدات إزاي قدرتوا أن أنتوا تجمعوا ده ويبقى فيه سلامة كمان للأشياء خاصة اللي موجود فيها الدعم الغذائي طيب احنا قلنا أنه الشق الطبي والتخطيط كان في المحور الطبي المحور الغذائي بقى اللي حضرتك بتسألي عنه كمان ده محور مهم جدا ايو للناس كلها احنا عارفين طبعا يعني كمية التعنط من الجانب الإسرائيلي في عدم دخول المساعدات طبيعي كلنا بنسأل طب يا ترى الشاحنات اللي وقفة بالأيام دي هل حتكون سليمة يعني وتصل بأمان وسلام إلى أهلنا في فلسطين خليني أطمن كل حد بيتبرع وأطمن كل الشعب المصري أنه دعمهم للشعب الفلسطيني تم التخطيط ليه بإيجادة وتم تعبئة وتم تغليفه بإيجادة عشان متحسبا للظروف اللي بتحصل واللي احنا فعلا حسبنا لها وتلاقيناها لما حضرتك تفتحي الشاحنات هتلاقي أنه المواد الغذائية على سبيل المثال السكر والرز والمواد الغذائية الرئيسية تم تغليفها وتعبتها بشكل جيد وبشكل محكم بحيث أنها تكون وحدات مستقلة عشان مع الوقت ومع السفر ومع الشمس ما تتأثرش كمان تم تغليفها بأغلفة خارجية عشان تقيها من تأثرات المناخ الحقيقة ده كله مع الكيميات الكبيرة كان محتاج مجهود كبير من فرق العمل ومن المتطوعين في التحالف على سبيل المثال مؤسسات صناع الخير اللي بأشرف أن ودير المركز العلم لها كعضو للتحالف لما اشتغلت على أنها تحضر 30 طن مساعدات غذائية وهنا الحقيقة لابد أن أشيد بتبرعات الأفراد من الشعب المصري بتبرعات الجهات والمؤسسات كمان حتى بحماس فرق العمل لما تلاقي شباب بيشتغل بالـ 48 ساعة وتقريبا بأكتر من كده بدون كلل ولا ملل ولا ساعة نوم واحدة عشان بس يقدر يساعد ويوصل دعم ومساعدة لأهلنا في قطاع غذائية أعتقد أنه ده جاء مجهود يقدر للتحالف وفرق عمل التحالف المشهد مشهد المساعدات وهو عنوان رئيسي في كل نشرات الأخبار المساعدات المصرية التي لم تدخل وأيضا المساعدات العربية اللي بالتالي بتوصل إلى مطار العريش وتكمل المسيرة بعد دخول المساعدات المصرية يعني هذا مشهد رئيسي أصبح في عنوين الأخبار خليني هنا أقول أنه المواطن كمان المصري البسيط هو كمان واعي وجاهز هل حصل تواصل بينك وبين المواطنين هل حصل أرقام للمساعدة لأنه أنا بسمع أن فيه ناس عايزة تنضم إلى التحالف ولكن ربما هم مش موجودين في أحزاب ولكن ناس من شعبنا عايزين يبقوا موجودين معاكم في المشهد طيب برضو حضرتك التحالف من البداية من وقت إعلانه أنه بيشتغل على دعم أهلين في غزة أعلن نقاط تجمع ونقاط مباشرة للتبرع كل مؤسسة من مؤسسات التحالف كوحدة مستقلة اشتغلت على حشد همم كل المتبرعين ليها كل مؤسسة اشتغلت على فرق عملها إنها وكأن حالة طوارئ في كل مؤسسات التحالف عشان يتيحوا الفرصة لكل مواطن عايز يساعد أهلين في غزة إنه يلاقي مجال إنه يساعد بيسر وإنه مساعدته كمان توصل بسهولة وتوصل في أسرع وقت ممكن لأهلين في غزة بحسب الظروف السياسية أعتقد إنه إن شاء الله بمجرد دخول المساعدات لأهلين في غزة وأتمنى في توقيت إذاعة البرنامج بتاعنا يكون المساعدات دخلت بالفعل إن شاء يعني إحنا حقيقة بنتهزها فرصة بقى وبقول إن التحالف جاهز إنه يتلقى كل تبرعات الشعب المصري بكل أطيافه أفراد في كل المحافظات مؤسسات وهيئات وشركات التحالف الوطني بكل مؤسساته فاتح أبوابه لاستقبال كل أشكال التبرعات ما على المتبرع إلا إنه يتطلع على صفحة التحالف يسعدني يعني باعتباري بمثل مؤسسات صناعة الخير إنه أقول كمان إن مؤسسات صناعة الخير كعضو للتحالف بتستقبل وتتيح الفرصة لكل مواطن مصري عايز يتبرع لدعم إخوانا وشقائنا في غزة أبوابنا مفتوحة جاهزين نتلقى التبرع جاهزين نشتغل على التبرع في تعبئته وتنظيمه وإرساله بأفضل شكل وبأسرع وقت إن شاء الله أنا عارفة إنه عدد المتبرعين بقى متطوعين من الشباب عدد الأكبر يعني وأنا بحسها إن هي يعني مش بس مجرد تطوع لعمل مهم ولكن في دعم الجيل جديد للقضية الفلسطينية وده شيء مهم جداً الأجيال يمكن اللي بتساعد في التطوع لم تشهد ولم تكن موجودة يعني في أحداث كثيرة مرت على القضية الفلسطينية إحساسهم إيه وهم حاسين إن هم بيكملوا المسيرة مسيرة مصر في دعم القضية الفلسطينية طيب خليني أقول لحضرتك إنه سيد الرئيس في سيدس الأمرا في إيبان سويف لما كان بيزور سيدس الأمرا وبيفتتح فيها مشروعات رئاسية استوقفوا شباب من المتطوعين أو فتيان من المتطوعين شباب صغير في السن وكان بيسمع لهم وبيسمع قدية هم كانوا حرسين على التطوع ده بشكل عام غاية التحالف إنه يغرز قيم التطوع في الشعب المصري ما بال حضرتك بقى كمان إنه التطوع لخدمة قضية نبيلة وقضية عزيزة علينا كلنا كمصريين قضية القضية الفلسطينية الحقيقة إحنا إحنا يعني ولدنا وعشنا على إنه القضية الرئيسية لنا هي القضية الفلسطينية عشان كده حجم العطاء من كل فئات المجتمع المصري وبخاصة الشباب كان حجم الحقيقة يعني مفرح عايز أقول لحضرك رغم المعاناة ورغم المجهود الضخم اللي بيبزل لكن حماس الشباب لإنهم يدوا وإنهم يتطوعوا ده كمان الحقيقة كان بشارة خير عايز أقول لحضرتك برضو إن إحنا قيادات التحالف ومتطوع التحالف وفرق عمل وإحنا موجودين بنجمع الحافلات وشاحنات المواد الغذائية للقافلة على طريق مصر إسماعيلية الحقيقة كان لافت نظري أنا شخصيا يعني مشهد الحقيقة كان بينم عن عظمة الشعب المصري كل السيارات اللي كانت ماشي على الطريق كانت بالضبط تدي تحية وتدي إشادة وتدي دعم وده كان رسالة كمان للتحالف إنه إحنا نبضل الشعب المصري ويعني نموذج لعطائه كم المساعدات وشاحنات اللي موجودة الحقيقة على معبر رفح كبير جدا هل هناك عبارة عن أن نقدر نقول إنه لجان تنصيق موجودة هناك على الأرض من الشباب من الناس من أعضاء التحالف زي خلية يعني خلية كده بتراقب وبتشوف المشهد عامل إزاي يعني بجانب كل هذه المساعدات أنا عايز أقول لحضرتك إن التحالف قيادات التحالف هي فعلا في تشكيل خلية إدارة أزمة في تنصيق على مدار الساعة مع كل قيادات مؤسسات التحالف في تنصيق مع القيادات التنفيذية على الأرض على المعبر في تنصيق مع المتطوعين في يعني بالتوازي مع ده كله كمان في إعداد لمراحل مساعدات أخرى إن شاء الله بإذن الله تستمر هنا الفكرة إنه ليه بنعمل ده كله زي ما بقول لحضرتك إحنا بنمثل الشعب المصري إحنا يعني تحملنا مسئولية إن إحنا في المساعدات والدعم بوجهة مصر وبالتالي مصر العظيم لابد إنه المجتمع المدني بتاعها يقدم عطاء عظيم وكمان عشان قضيتنا القضية الفلسطينية قضية من أنبل قضيانة إن ما كانتش الأنبل على الإطلاق فإحنا كمان مدركين تماما حجم المسئولية اللي علينا مدركين تماما حجم وأهمية الدعم والمساعدة اللي إحنا بنقدمها لأشقائنا بازلين أقصى جهد ممكن عشان نتيح الفرص لكل متبرع إنه يتبرع ناخد التبرع اللي بيقدمه المتبرع ونوصله لأهلين بأفضل الطرق وبأسرع الأوقات بحسب الظروف السياسية أكيد كل الأمنيات الأمنيات العظيمة في القلوب الحقيقة إنه مش بس يوصل الدعم أكيد المصري والدعم العربي أيضا لأشقائنا اللي موجودين في دولنا العربية اللي بيقدموا نفس الدعم لكن أعتقد إحنا كمصريين حاسين إنه إيدينا مش بس دعم علشان الدواء والأكل والطبطبة لكن هي إيدين فيها أمن وأمان لإقطاع غزة نتمنى الخير ونتمنى إنه زي ما حضرتك قلت وقت إزاعة هذه الحلقة يكون فيه انفراجة فيها أمن وأمان وفيها سلام لأرواح بريئة موجودة في فلسطين بشكرك شكرا جزيلا أستاذة صام عبد الرحمن نورتنا في بيت لك شكرا جزيلا